أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة مع أسرار الحياة هنتعلم وهنستفيد من سر من أسرار الدف اللي معنا النهاردة هنتكلم على الفضة ولما نجي نتكلم على الفضة هنتكلم على الأصالة والكيمة مش هنتكلم على مجرد إكسسوارات محتوى في البيت لا مهما مر عليها الزمن بتفضل برونقها ولمعانها طبعا إحنا النهاردة جايبين بيج من كواد الفضة بصراحة لما دخلنا على البيج لأنهم فعلا يستحقوا أنهم يكونوا معنا في حلقة من أسرار الحياة كمية الروفيوهات اللي جات على البيج وكمية الشغل والتصميمات خلتنا لازم نستضيفهم معنا ومعاكم النهاردة أصحاب محلات فضيات الباشا أستاذ أحمد صابر صلاح الدين وعبدالله صابر صلاح الدين أهلا وسلام بحضرتك أستاذ أحمد نورتنا في أسرار الحياة أهلا وسلام أستاذ عبدالله نورتنا طبعا في أسرار الحياة في البداية طبنا نحب نتعرف بحضرتك أنا أحمد صبر صاحب محل فردياتي بباشا في الغرداء أهلاً وسهلاً بي في البداية عايزين نعرف إيه أول حاجة عملتها وشجعتك أن أنت تستمر في المجال ده أول حاجة عملتها كان شغل هند ميد تمام عجب الناس وبتديت السواق بعد كده أولاية يعني لو جالك أي ديزاين ممكن تنفذه أكيد طبعاً سرعة بكل أصل طب هو فيه كاتالوج حضرتك ممكن بيجي لك يقولك أنا عايز الشكل ده تعمله لو أزوهم بيبعث لي الدزاين اللي هو عايزه وبطلعه له زي بالضبط تمام تمام أستاذ عبد الله طبعاً سنك صغير على كمية ريفوهات اللي جاية على البيجي عندكم وكله صراحة بتشكر في الموديليات والصيحات اللي موجودة عندكم كنت عايز أعرف جاتلك إزاي فكرة أن أنت تعمل بيجي والله حضرتك إحنا كنا محلم أنفس بيع وجي كورونا وقفت الدنيا كلها أكيد فبدأنا نفكر إزاي نشتغل ففكر تعمل بيجي كنت أول عدد صغير وكان فيه كمية يأس بس أنا استمرت وجبت معي بتاع 3-4 يعني زبطوا البيجي وخلتوا يطلع بشكل كويس قدام الناس بزبطوا الحمد لله دلوقتي بيجي يعني الأوال على غير ده الشغل الأونلاين حقق شغل كويس لكم؟ أه حمد لله خير تمام تمام طيب بالنسبة أستاذ أحمد فيه سؤال جنة من المشاهدين إن لما بيلبسوا الفضة بيبقى لونها لسود إيه اللي بيخلي الفضة بيبقى لونها لسود؟ والله الفضة عمتن يعني بتسود من أملاح الزيادة اللي في الجسم الفضة من طبيعتها بتمتص الأملاح الزيادة اللي في الجسم تمام بس بتبقى فكرة الأملح بس الزيادة في الجسم بعد كده بتتلمع وبترجع زيره تاني تمام بس هي لازم الفضة ان هي لازم تبقى لونها بيسود لا هي بتمتص الأملح الزيادة اللي في الجسم يعني لو حد عنده أملح زيادة بتمتص الأملح اللي في جسم تمام طيب أستاذ عبدالله كمان في طبعا الفضة مش نوع واحد الفضة مجموعة أشكال وأنواع طب ممكن تعرفنا كده أنواع الفضة إيه اللي اشتغلت فيها فيه فضة مصري وفضة أطالي وفضة تركي وفضة تايلاندي وفضة هندي طيب وفيه فضة عربي على ما أسمعنا هو مصري اللي هو الاستثماري كلهم معيار واحد اللي هو عيار 925 الاختلاف بس بيبقى كوالتي والتفنيش وجودة الأحضار تمام والتصنيع بس لكن هما كلهم نفس العيار طب إيه بقى النوع الفضة اللي هو اللي بيقولوا عليه جاي علي الطلب اللي هما بيحبوا أن هما ياخدوا على طلب اللي هو الإيطالي اللي اتشمعنا بقى الإيطالي أكثر مبيعا والتشتيب بيبقى عالي وكوالتي بزيادة بيبقى كتاعة شغلة بتطلع فنية منها تمام إيطاليا مشهورة بالفضة من زمان مشهورة مشهورة هي واخدى السيد كلها يعني اللي بيجي لك قول لك لأنا عايز فضة إيطالي تحديدا شغلها حلوة وبتفضل بلا معانها وكوالتي عالي وكل صورة تبكي الأصل وبتيجي بزيناتة مش موجودة ولا في الإيطالي ولا في تركي أيها طيب طبعا مجال الفضة فيه الناس بتدرسه لأنه هو بيمكن يعبر عن الروحانيات وبيخرج التقى السلبية وفيه الناس بتأخذها هوية فأنا عايز أعرف حدك درسته ولا خدته هوية ده هوية ببرد والدي أصلا وأنا هو أكوية كملنا فيها يعني أبنعا جدا حضرتك كنت بتشتغل الشغلانة دية طب إيه الحاجة الكويسة اللي حبيبتك اللي أنت عايز تكمل المشوار بتاع الأب والجد شمعنا يعني الفضة اللي حبيبتك أو ممكن مثلا تاخد مجال تاني وتشتغل لكن إيه اللي خلاك حبيبك في الفضة؟ أنا حبيب المجال أصلا وحبيب اللي أنا أكمل فيه وأبقى فيه حاجة إن شاء الله يعني اطلعت كده من صغرك حابب أن أنت تشتغل في المجال ده أنا شغل في المجال ده باللي 9 سنين تقريبا تمام أنجزت في المجال ده حققتي فيه نجاح؟ أوه الحمد لله طب قلمنا كده عن النجاحات اللي أنت عملتها يعني حضرتك اللي أنت قدمته للعميل بتاعك فرحه والحاجات دي كلها يعني حضرتك إحنا فتحنا محل بعد كده فتحنا ورشة هندي ميد في الكاهرة في الجمالية وأي تصميم حضرتك يعني الزوم بيطلبه بتعمل زي بالزبط تمام الحمد لله يعني طبعا أنت في المنطقة بتاعكو أكيد مشهورين لأن إحنا لما جينا صراحة يعني عملنا شلشة على فضيات الباشا لأنها بسم الله ما شاء الله مشهورة الناس كلها بتشكر في حاجتها الناس كلها بتقول لا الموعيد كويسة بتسلم الأوردر في معيده أنت بتتعامل مع كل المحافظات ولا محافظة واحدة؟ لا بتعامل مع كل المحافظات عندي شركة شحن مغدية محافظة كلها طب إن زم بقى شركة الشحن كلمنا عليها بتودل حاجة في المعادل المناسب والتأخير لأن طبعا أنت عايب شركة الشحن بتبقى طبعا في وش العميل مثلا أنا طلبت من حضاك أوردر لا مجاش طب يا فاندم ده والله مزام بده شركة الشحن فشركة الشحن كلمنا عليها يعني الأوردر بيوصل للعمل في خلال يعني من يومين لثلاثة بالكتير أول طيب كويس جدا طبعا بيبقى لكل سعر في الأوردر يعني مثلا محافظة القاهرة من زي الإسكندرية من زي الإسماعيلية كل أوردر وليه سعر شحن تمام عايزة برضو أسألك يا عفض الله دلوقتي أنت المختص بالسوشيال ميديا صح كده اللي يضمن العميل اللي أنت الحاجة اللي بتحطه على السوشيال ميديا هي اللي بتوصله حضرتك قبل أول ما العميل يأكد الأوردر بيعط له صورة تبك الأصل صورة على الطبيعة بيشوف الأوردر بيبقى لازم يكون تبكة من الصورة المخلوطة يعني من المنتج ما بيبقاش غير الصورة بيبقى تبكة من الصورة وبيشوفه داني بنبعثه مش داني بنشوفه أي موديل تاني وبينبعثه لبرده بس هو بيبقى الصورة تبكي الأصل وصورنا كله على الطبيعة مجالكش مشاكل مثلا وديت أوردر رح قالك لا مش هو دوت أنا كنت عايز تاني أو أنا مش عايز الشكل ده لا حضرتك إحنا جايبين فوتوغرافر بيصور لنا شغل لنا كله على الطبيعة ما عندناش أي شغل له ولا فوتوشوب ولا أي حاجة كل صورنا على الطبيعة يعني كل الصور موجودة في البيج موجودة عندنا في المكان تمام إنت اللي بترد على أنا مسك كل حاجة إنت اللي مسكوا أنا وثلاثة بنات بنات معاكم يعني فيه كمان بيشتغلوا بنات معاكم في المجال دوت تمام فيه بقى احكينا كده على موقف حصل لك اللي إنت مثلا رضيت على عميل وفي نفس الوقت بدلت تتكلمه عن الأسعار وبعد كده قال لك لا شكرا حصل لك الموضوع ده لا والله وأنا العميل اللي بيخش عندي أنا بضمن أنه أشتري عشان أنا بدي له خدمة فول ممتاز بدي له صورة ابك الأصل وبدي له السعرشي حني ممتاز أنت عارف أن شغل السوشيال ميديا بيبقى صعب جدا يعني علشان أنت ترد على عميل وترد على التاني بيبقى صعب بتوفق إزاي بقى ما بين شغلك مع أستاذ أحمد في المحل وما بين الرد على السوشيال ميديا أنا المساعدني للأربع التيموركل معي لهم الأربع بنات كلنا بنرد على العملة وأي أردر بيتحاول على أحمد صبر تمام؟ وهو اللي بياخد الأوردر وبينفزه أنا عليا بتجيب له الأوردر وبدهوله وهو بياخد وبينفزه وبيودي على شركة الشهر تمام عايزة أعرف أستاذ أحمد إيه أصعب ديزاين عملته وقلت بتتحدى نفسك فيه يعني أنا هعمل الموضوع دوه التحدي النفسي كان سلسلة خاتم دلاية هو كان خاتم الصراحة كان خاتم وكنت خلاص فقدت الأمل اللي أنا أعمله بس الحمد اللي أنا نفزته إزاي بقى قلنا أملت في شغل يدوي ولا حفر كان شغلي هذا وبالكامل خد معاه شغل 16 ساعة 16 ساعة؟ 16 ساعة تعمل ده مين اللي ادهولك أو جبت منين؟ من زبون من الغردق من الغردق يعني أنت شغلك كمان في الغردق في فضيات الباشا في الغردق؟ اه طبعا ما بين هنا وما بين هنا ازاي بقى بتوفق ما بين اللي أنت تشتغل هنا وما بين هناك؟ ما بين في الغردق وفي الكاهرة؟ اه لا في الكاهرة أنا عندي الورشة بس فبقعت الأوردرات كلها على الوطسة وبتتشحن لي يعني أنت أصلا أساسا من الغردق؟ لا أنا من الكاهرة أساسا من الكاهرة بس المحل في الغردق؟ المحل في الغردق وعند ورشة في الحسين في الجمال ايه بقى أصعب المشاكل؟ طبعا أنت تعرفيني أننا في أزمة كورونا حصل لنا مشاكل كتيرة المحلات اتقفلت الدنيا طب معنا مداخلة ألو؟ ألو؟ أستاذ يوسف أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضيك في أصرار الحياة فاندم معاكم أستاذ أحمد وأستاذ عبد الله طبعا ايه رأيك في شغلهم يا فاندم؟ أحسن فضى في مصر والله حضاك جربت الشغل ده؟ حصل طيب النفس اللي بيظهر على السوشيال ميديا هو اللي بيروح لك؟ وأحسن كماء طيب انت باعك ايه على المنتجات اللي هما بيبعوها يا فاندم؟ أفضل خامة بأرخص سعر تمام تمام أشكرك يا أستاذ إسليم أشكرك طبعا المداخلة دي جميلة وهو بيدخر في الحاجة دليل على أن فعلا البج فيه علي تفاعل أستاذ يوسف أه أستاذ يوسف طيب أنا دلوقتي تكلمنا كلما بنتكلم عن الشغل في كل المحافظات وحدك بتوصل الشغل في كل المحافظات عايزة برضو عرف كنت سألت أستاذ عبد الله عن أنواع الفضة فيه ناس بتعتقد أن الفضة لما بيلبسوها يعني ما فيها راحة نفسية ما جالكش كده واحد في مرة وقال لك صمم لي الختم دوت أو جدا أنا حاسس أن أنت لما صمموا لها ارتاح نعم فضة عمتا يعني بتسحب الطاقة السلبية من الجسم دي حقيقة دي حقيقة فعلا تمام يعني بتسحب الطاقة السلبية طيب دلوقتي حضرتك أنت بتقول أني في مشاكل بتحصل أي مشروع بيبقى في مشاكل وخصوصا إحنا في فترة كورونا إزاي وجهتي المشكلة كورونا دي عملت إيه عشان تواجه أو على أساس أن أنت المحل بتاعك تفتح من تاني وتواجه الظروف المادية عملت إيه والله أنا اللي حصل اللي أنا وصريت اللي أنا كامل على السوشال ميديا يعني أنا ما نجحتش مرة واحدة كده بس هي كانت درجة درجة والحمد لله ربنا وفقني فيه قدرت في الفترة اللي أنتوا قاعدين فيها دية أن أنت لما تعملوا البيتجي بتاعكو يحصل فيه تفاعل وتعودوا النقص من أنتنا طبعا قاعدتنا فترة كبيرة في البيوت يكيد طبعا فتعودوا النقص اللي حصل ده إحنا طبعا معنا هون في الديات الباشا على الشاشة وشغلكو بتعرض تكون عايزين تكلمنا بقا عن الشغل اللي بتعرض على الشاشة السلاسل والخواتم والحاجات دي كلها ده من شغلكو يا أستاذ أحمد ده من شغلنا طيب أنتوا عندكو ورشة متكملة تكلمني بقا عن الورشة بتعملوا فيها إيه كل واحد إيه كل واحد مهنته إيه صناعته إيه بيعمل إيه يعني الورشة فيها تصنيع وفيها مكا الليزر يعني هي تخصصات كل حد بيعمل حاجة طيب كلمني برده عن التخصصات إيه عندكو تخصص إيه وتخصص إيه في عندنا كل حاجة زي إيه يعني الورشة دي عبارة عن أقسام كل واحد للقسم بتاعه تمام أستاذ عبدالله طبعا أنت كلمتنا عن الفضة وأشكالها وقلتنا أن الفضة الإيطالي لا يعل عليها طيب دلوقتي عايزك برضو تكلمنا عن الفضة العربي الفضة المصري إيه يا مميزتها طبعا إحنا مصريين و3-4 المصريين بيحبوا يملوا لممتج بلدهم إيه بقى مميزة الفضة العربي الفضة العربي مميزتها أنها بتبع حجار كريمة وما بتبقاش متوجدة في الإيطالي كثير بس المشكلتها في التشتيب وفي الكوالت بتاعتها بتبقى ليلة خالص وماكن الحماية والحاجات دي بتبقى شغل متشفر هو دي مشكلتها بس بالنسبة لي الفينش الفينش مش مزبوط لكن هو كشغل هو عيار نزيف وبشتغلوا بقى على عيار نفس عيار التركي والإيطالي بس المشكلة في مصر إن ما بيعرفوش يشطبه إزاي بقى؟ يعني مثلا خاتم من دوا ما يعرفوش يفنشه يتلاقي مكان لحن باين أثار تجريح من جوا لكن الشغل التركي أو الإيطالي بيطلع من جيس مكان ما بيعرفوش خربوش مانع صاحبه بيطلع تابقى لكن التاني بيبقى فيه كذا حاجة كذا مشكلة والحجر بيقع ما بيبقى السابق كويس العيوب المتاريال الفينش مبقاش كويس لكن العيار ده هو نفس العيار التركي والإيطالي طيب أستاذ أحمد دلوقتي بالنسبة للفضة زي ما تكلمنا اللي هي الفضة الإيطالي برضو أنا عايزة برضو أنا كفاهمة بس أنا عايزة أفاهم برضو أستاذ المشاهدين فضة أطالي يعني أنت بتجيبوا الفضة من إيطاليا مثلا ولا بتعملوا إيه ما إحنا برضو عايزين إيه فضة أطالي وفضة تركي وفضة إيه ما إيه ما إيه بتيجي كل واحدة بتجي من بلدة من إيطاليا من إيطاليا ومن تركيا أطعك بس معنا مقالمة تليفونية أستاذ إسلام إزاي حضرتك ألو سلام عليكم عليكم السلام إزايك يا فاندم أهوار حضك إيه منور أسرار حياة طبعا إحنا النهاردة مستضيفين في الديات الباشا مع أستاذ أحمد وأستاذ عبد الله عايزين نعرف حضرتك وجهة نظرك بقى في الانتباعك عن الماتيريا البتاحهم والخمات بصي أولا البتاحهم بصراحة عالي جدا الناس دي يعني الشغل بتاحها زوءها عالي جدا في الفضة تمام أهم حاجة اتعاملت مع أمي أستاذ إسلام أنا لسه بقول لحضرتك أولا أقامنا حاجة بشغلوه من الميدون تمام الحاجة بتمصل لك في معادها واللي بتزار على السوشيال ميديا هي اللي بتاخدها تمام تمام طب بالنسبة للخمات والماتيريا القوالة ما أنت مش بيديني كورسة طبعا ولا حضرتك القوالة بتاع شغلوه معي ألوه ألوه أيوة معاك يا أستاذ إسلام اتفضل بقول لحضرتك الكوالة بتاع شغلوه معي جدا وزوءهم راكي جدا في شغلوه الله براك لك تمام شكرا لأستاذ إسلام وتقريبا في الشبكة حاجة الصوت بيقطع كنا بنرجع نتكلم عن الفضة التي هي بتيجي من تركيا والفضة التي بتيجي من إيطاليا بتستوردوها إزاي؟ مستوردين أنه مستوردين فيما كتب جملة تحت عن ليلة في السغة هم بيطلعوا بيجيبوا الشغل وإحنا بناخدوا بقى منوزها بنسوقها تمام يعني أنت اللي وقتي مثلا جات لك قطعة فضة قطعة صغيرة كده ولا لها ملامح ولا لها حاجة ممكن تزبطها وتعملها كخاتم كثلسلة كدلاية تشكلها بإيدك بصوا حضرتك الفضة دي عاملة زي السمسور أيه كنت عايزة تتكلم كده تشكلها زي ما انت عايزها مفيش حاجة فيها ما بتتعملش مفيش أي مشاكل بالنسبة لها سواء الفضة أو الدهب سمعنا كمان على موضوع الدمغة يا أستاذ عبد الله ناس كتيرة جابت فضة والناس كتيرة لما عافت اللي احنا معاينا طبعا في الديات الباشة دخلونا وكلمونا قالونا يا جماعة احنا اتخمينا أو اتغشينا في الفضة طب ليه؟ قالوا ان الدمغة كمان فيك اه يعني ازاي ازاي الدمغة احنا بنعرف الفضة انها مضموغة زي الدهب طب ازاي بتبقى كمان الدمغة فيك بتعرفها ازاي او حضرتك ديبت بصنعة انا بعرفها من لمسة الفضة او صوت المعدن نفسه لما باجي برميه على حالة ربيزة فهو بيبقى شغل استاليس ومضموغ مصري او مضموغ 925 وبيبقى على اساس ان هو فضة المهم بقى انك بيبقى تشتري من مكان سكة او مبلاش اللي هو ما هو اقول لها حضرتك احنا بنشتري من مكان سكة بس انا ايش اضمني المحل او اللي دخل فيه هلاقي فيه فعلا الفضة اللي تعجبني او مش هتخمي فيها فالموضوع اصلا بقى كله فيه غش او الصناعة كلها فيها غش بس اما حاجة تخذي يعني تخش على رفيوات اما حاجة تشوف رأي الناس فيها وفعلا بقى احنا بنعمل كده وتشوف رأي الناس فيها كوال تبتحهم ايه لكن هو فيه شغل استاليس كتير قوي يجي بتاع 30% من السوق استاليس ومضروب فضة وبيبقى على اساس انه فضة بس بيبقى مع بايعان المتجولين باكية واحد ماشي بالشارع مع خواتين مش عارفين لكن اكيد محل بيبقى لسا جاله تغير تقدر بيها ومحل اللي سمعيته مش هيعمل جدا اه اه فهو لازم يكون مش صح وبيجي لنا برضو احنا تفتيش كل شهر بيخش يشوف لو فيه اي منتج مش فضة بيجي لكم تفتيش من الحكومة ان هما بيشوفوا طب دي حاجة جديدة والله اول مرة انا اعرفها ان فعلا ان الفضة بييجي فيها تفتيش اه مصلحة الدمغة مصلحة الدمغة هي الدمغة دي في الورشة بتاعكو ولا بتودوها مصلحة الدمغة دي تابع الحكومة اه بيتاخدو الشغل وتوديه هناك ويددمغ الشغل المستورد كله بيجي من بره بيجي من مقدسة 25 بتاعها بره طب برضو نصيحة كده تنصحها للمشاهدين بسيطة كده ايه اللي يفرق الفضة المضموغة الكويسة عن الفضة الفيك يعني لا يا دي حاضرتك دي صنعة دي صنعة خبرة مفيش حد يعرفه وعلشان كده احنا لاحظنا ان الغش بقى كتير فيها الناس جتلينا فعلا معها شغل فيك وفعلا مش صعبة بتعامل عادي وتحس ان هي فعلا فضة بس للاسف لما هم روحوا اماكن بقى متخصين في الفضة لقوها ان هي فيك مش لقوها ان هي فضة حقيقة دي بتبقى نحاس اصل ومطلية طبقة فضة تاخد لون الفضة بس لكنها في الاساس ده حاس طبعا انت الموضوع ده سهلي بالنسبة لكم لانتو تعرفوه طيب احنا عارفين ان انت حضرك بتشتغل في شغل رجالي وحريمي قولنا ايه الحاجات المطلوبة في الشغل الرجالي وايه الحاجات المطلوبة في الشغل الحريمي يعني هو الشغل الحريم عمتا دلوقت اللي نازل موضوع كله الحاجات اللي نازل بلاد الزغيرة يعني بتنسب مع جميع الازواق والشغل الرجالي بقى اللي هو الشغل الجديد اللي هو ايه اللي هو الخاتم التركي الشغل ده الشغل الشهوبي اللي نازل جديد ايه الحاجات بقى اللي مطلوبه اكتر يعني انا عايزك تعرفني الحاجات اللي مطلوبه برضو اكتر يا عبدالله في السوق اللي انتو بتعملوها كزا مرة ما بتلحقوش على طلباتها ايه هي اللي هو اسامة عمولة ممكن تعملي اسم او ديزاين او قلب او اي حاجة خاتم السلطان ده اكتر مبيعا حجر اليسر اللي هو مرجان الاسويد ده برضو بشيل طاقة سلبية وبدو طاقة إيجابية ليك فيه برضو خاتم السلطان فيه ناس برضو بتيجي عندنا بتعمل شبكة فضة او قلب لسا نتكلم بقى في الموضوع دا او بيبقاش معهم المقدرة انهم اشتروا دهب فبيضطروا اشتروا فضة ويعني اللي عايزة وصلوا الرسالة ان مش بالفضة ولا بيدها بقى او حاجة مناسبة تم وبيدي كلها شكلية هو فيه فعلا او بيبقى لازم لا نجيب شبكة اه نجيب لاني دلوقتي انت عارف ان الدهب اصعاره غليت جدا فقالوا الناس التاجت قالت ان احنا نشتري شبكة فضة بتبقى شكل عامل زي السوليتير سوء خاتم او دبل او كده فيه ناس راحوا فعلا عملوا شبكة فضة وقدامي الناس كده ولبسوها يعني هداية بسيطة من العريس ده عروسته او نفس اللون الدهب برضه افيش مشكلة اه حد خدمي عندكو بقى طلب شبكة فضة وطلب وقال ان انا عايز شبكة فضة عملتها ثلاث مرات تقريبا انا بك للشبكة الفضة دي بقت متدولة لان انت تعمل شبكة فضة خلاص بتعرضه عن الدهب لا احنا نيجي للفضة الفضة اصلا كمان يا قصد احمد سعرها مناسب للكل يعني عندك الاسعار بتختلف من شكل لشكل متدولة يعني انا ممكن اعمل دلوقتي طقم كويس كده ممكن ما يعدش الالف جنيه اكمان ايه اسوراء والديبلة والمهبس وشكرا على كده اه اكلمني بقى عن الاسعار الاسعار بتختلف من شكل الاخر بتختلف طبعا ازاي بقى يعني الحاجة اللي فيها شغل كتير على حسب الشغل يعني في الشغل الحريمة في شغل بيجي مطلقة طبعا دهبابنا طبعا دهبابنا دهبابنا ده ببقى سعر تاني وفي طبعا الحجرة اختلاف انواع الحجرة الحجار طبعا وفيه شغل بيبقى توركي منحس واخد نحاس فريم نحاس كده بس تمام بيبقى أبيض فاسفر زي الشغل ده كده تمام أبيض فاسفر ده بيبقى سعره أعلي فيه اللي هو الشغل اللي هو فضة كله بيبقى السعره أعلى شوية فهو على حسب المصنعات إن الفضة تلتنع مصنعية طب حلو جدا إن الفضة كان عندها قبل إيه نيات الطلي يعني أنا دلوقتي لو جبت لك ختم فضة وطلت لك الطلهولي دهب أي لونه يتلي؟ يتلي طبعا يبقى نفس اللون الدهب الثمانتاشر بالزبط وما بيبيضيش؟ ممكن يبيضي بس بعد ستة شهر سبعة شهر نتلي تاني بقى طب في حدود كان مثلا الختم لما بيتلي بمية الدهب أو كده؟ يعني حوالي خمسين جنيه لا معقولة الأسعار؟ تلع تلع سعر الختم بيبدأ من 120 لحد 450 جنيه على حسب الدزاين والشكل والأحجار كلمنا بقى عن الأحجار اللي هي بتتحطي في الفضة أحجار زي إيه؟ فيه أونيكس فيه عقيق فيه عقيق كابا دي ده الأكثر ما بيعني اعتبر المرجان أسود اليسر فيه السلطير كل دي أحجار بتبقى أكثر ما بيع عن الفضة أو أكثر استخداما للفضة تمام لكن أي حاجة تاني بتبقى استلس أو أي حاجة أقل من الفضة بيدولها حجارة بلاستيك بس واخد نفس الألوان العقيق ومش عارف إيه بتبقى على الأساس برضو أن هي عقيق وبيبقى سعرها استرامين يعني الأحجار دي بيتجلكوا بقى إزاي أحمد وبتزبطوها إزاي يعني أنت برضو أنا عرفت اللي أنت بتحب تصمم وتحب طاعك كده تقول يعني تصمم الدزاين معين لا دا يتحطي له حجر كويس دا يتحطي له مثلا لون وكذا إيه الخماد بقى اللي أنت بتستخدمها أو إيه تصميم دماغك بتعمل إيه؟ يعني إيه الحجرة لو في شغل الهند ميد بيبقى الحجرة خامة وإحنا بنصنعها تمام منعمل الشكل اللي إحنا عايزي هنا لكن لو في شغل الجايزة هو الختم بييجي بالحجر بيطاعه من بره مستورة تمام يعني الحجر بييجي بنفس الدايرة بتاعته أو المستطيل وإنت بقى بتحطه لكن ما بيجي لكش وإنت بتقطعه وبتعمله دا الكلام دا في الهند ميد لكن الشغل الجايزة هو الختم بيجي بالحجر ركب فيه هو خالص بس طبعا بيبقى سعره مختلف عن الهند ميد أكيد طبعا الهند ميد بيبقى أغلى؟ بيبقى أغلى آه طيب أنا بقى عايزة يعني في آخر الفقرة بتاعتنا حضرتك نصيحة لللي حبي يشتغل في مهنة الفضة برضو وصيدة عبدالله هيكمل وراك إيه اللي تنصح العميل أو اللي حبي بأنه هو يشتغل في المجال دا؟ يعمل إيه؟ والله مش المجال دا بس أو أي مجال بتاعني تمام يعني اللي فهم في حاجة يخش يكملها يشتغل فيها اللي عنده هوية يكمل يكمل يشتغل فيها ويستمره ما يقس ما يسأل أهم حاجة يبقى عنده الهواية اللي هو يخليه يكمل في المجال دا؟ أهم حاجة يبقى عنده الإرادة بس اللي هو يكمل يكمل للآخر مجال الفضة سأهل أو صعب؟ اللي هو على حسب على حسب أي مشروع مثلا بيبقى فيه سلبيات وأجلبيات؟ أفيد طبعا تمام أستاذ عبدالله نصيحة كده في السريعة؟ النصيحة يعني بلاش يأس واستمر وخد يعني قراء الناس دي كذقة ليك وإن شاء الله كل حاجة خير إن شاء الله وما فيش حاجة بعد عن ربنا إن شاء الله أشكرك أستاذ أحمد أشكرك أستاذ عبدالله طبعا إحنا لسه فقرات أسرار حياة ما امتهتش تابعونا مع أحد الصيحات المودة والأزياء ولكن بعد الفاصل